مرحبا بجميع أصدقاء متبقى قناة فلاش تسعون دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم الأربعة اخترت 13 لقاء من دوريات وتصفية مختلفة أول لقاء تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 جزر القمر يستقبل منتخب غامبيا المجموعة تضم كل من المنتخب التونسي بالإضافة إلى منتخب مدغشقر ولمواجهة سابقة جامعة المنتخبين آخر لقاء لكل منتخب جزر القمر الهزيمة في كأس كوسافا أمام منتخب المزنبيق بداربات الجزاء تلاجع مقابل هدف واحد بعد انتهاء الوقت الأصلي والإكسترا تايم بالتعادل الهدفين مقابل هدفين فارق المنتخب الغامبي لهزيمة في تصفيات كأس العالم خارج الديار أمام منتخب القابون بجلاجع مقابل هدفين مواجهة ستكون قوية ما بين المنتخبين أفضل توقع للقاء وندر إثنان ونصف اللقاء لن يتعدى لهدفين في حال تم تسجيل أهدف بالمواجهة بالنسبة للمقابلة الثانية المنتخب تنزاني في مواجهة إتيوبيا المجموعة تضم كل من منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى منتخب غينيا آخر مواجهة جمعة المنتخبين تهت لصالح تنزانيا الانتصار هدفين مقابل هدف واحد خارج الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغلبة لتنزانيا أربع انتصارات مقابل انتصارا لإتيوبيا مع أربع لقاءات منتهاب بالنتيجة تعادل آخر لقاء لكل منتخب المنتخب تنزاني الانتصار في تصفية كأس العالم خارج الديار أمام منتخب زنبيا هدف مقابل سفر المنتخب الإتيوبي تعادل في تصفية كأس العالم أمام منتخب جيبوتي خارج الميدان هدف مقابل هدف أفضل توقع للمقابلة ورشح فوز تنزانيا داخل الميدان واقتلاء أولى نقاط في هذه المجموعة بالنسبة للمقابلة التالية المنتخب الليبي في مواجهة رواندا المجموعة تضم كل من المنتخب النيجيري بالإضافة إلى البينين آخر مواجهة جامعة المنتخبين انتهت لصالح ليبيا هدف مقابل سفر خارج الديار المواجهة التاريخية تشهد الغالب الليبي خمس انتصارات مقابل انتصار رواندا مع لقاء انتهاء بنتيجة تعادل آخر اللقاء لكل منتخب منتخب ليبيا الهزيمة في تصفية كأس العالم خارج الديار أمام الرأس الأخضر هدف مقابل سفر رواندا الانتصار في تصفية كأس العالم منطقة إفريقيا أمام لوسوتو خارج الميدان هدف مقابل سفر بعد غياب المنتخب الليبي في النسخة الفارطة لكأس أمم إفريقيا لا مجال هذه المرة للغياب على النسخة المغرب لذا أفضل توقع ورشح فوز المنتخب الليبي داخل الميدان وأمام الجماعير بالنسبة للمقابلة الرابعة المنتخب السوداني أمام منتخب النيجر المجموعة تضم كل من منتخب غانا بالإضافة إلى أنجولا آخر مواجهة جماعة المنتخبين انتهت لصالح السودان الانتصار ثلاثة مقابل سفر المواجهة التاريخية تشهد تكافؤ انتصار لكل منتخب مع لقاء انتهى بالتعادل آخر لقاء لكل منتخب السودان الانتصار أمام جنوب السودان في تصفية كأس العالم منطقة إفريقيا خارج ديار ثلاثة مقابل سفر فريق النيجر آخر لقاء التعادل في اللقاء ودي أمام منتخب بوركينا فاسو داخل ديار هدف مقابل هدف للإشارة السودان بسبب الظروف الحاصلة بالبلاد سيستقبل المقابلة في جنوب السودان العاصمة جوبا لذا أفضل توقع للمقابلة أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل الأدو أفضل توقع للقاء النيجر والسودان بالنسبة للمقابلة الخامسة كأس اليابان دور ربع لقاء الدهب يوكوهاما مارينوس الصقب الفارق كونسادول سابورو آخر مواجهة جمعة النادية انتهت لصالح يوكوهاما مارينوس انتصار ثلاثة مقابل هدفين داخل الميدا المواجهة التاريخية تشهد الغالبة يوكوهاما 23 انتصار مقابل 8 انتصارات الفارق سابورو مع 6 لقاءات انتهى بالتعادل آخر لقاء الكل نادي فارق يوكوهاما الانتصار في الدوري داخل ديار 4 مقابل سفر فارق سابورو الانتصار كذلك داخل ديار أمام كوازاكي هدفين مقابل سفر أفضل توقع للقاء الدهب ورشح فوز يوكوهاما مارينوس داخل الميدان في لقاء الدهب المقابل السادسة كأس العالم للسيدات أقل من 20 سنة الجولة التانية لمنتخب الإسباني في مواجهة الباراقواي المجموعات تضم كل من المنتخب المغرب بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر لقاء جمع المنتخبين انتهى لصالح إسبانيا بربعية مقابل هدف واحد خارج ديار آخر لقاء لكل منتخب إسبانيا الانتصار أمام الولايات المتحدة هدف مقابل سفر لباراقواي الانتصار أمام المغرب هدفين مقابل سفر توقع للقاء رشح فوز الإسبانيات وتحقيق الست نقاط في اللقاءين المقابلة السابعة المنتخب الألماني في مواجهة نيجيريا المجموعات تضم كل من المنتخب فينزويلا بالإضافة إلى كوريا الجنوبية آخر مواجهة جمعت المنتخبين معا انتهت لصالح ألمانيا هدف مقابل سفر خارج الديار في كأس العالم الفارضة المقابلة التاريخية تشهد الغالب الألمانيا بتلاش انتصارات على المنتخب النيجيري آخر لقاء لكل منتخب المنتخب الألماني الانتصار في أولى اللقاءات المجموعة أمام فينزويلا خمسة مقابل هدفين المنتخب النيجيري الانتصار أمام كوريا الجنوبية داخل الميدان عفوا هدف مقابل سفر للإشارة البطولة تلعب بالأراضي الكولومبية أفضل توقع للمقابلة حد مزدوج للمنتخب الأفريق النيجيري الانتصار أو ينتهي اللقاء بالتعادل بالنسبة للمقابلة التامنة الدور الثاني والثلاثون لكأس دانيمارك هورسينس الناشط في الدرجة الثانية يستقبل فريق فيبورغ الناشط في الدرجة الأولى آخر مواجهة جمعة النادية انتهت لصالح فيبورغ الانتصار بأربعة مقابل هدفين داخل الديار المواجهة التاريخية تشهد الغالب فيبورغ أربعة عشر انتصار مقابل ست انتصارات الفريق هورسينس مع ست لقاءات انتهوا باقتصام لقاء المواجهة آخر اللقاء الكل نادي فريق هورسينس تعادل أمام هيف دور في الدرجة الأولى بثلاثة مقابل ثلاثة خارج الديار فريق فيبورغ تعادل كذلك في الدرجة المحترفة أمام صندر جيسكي خارج الديار هدفين مقابل هدفين توقع للقاء أرشح فوز فيبورغ والتأهل للدور السودوس عشر المقابلة التاسعة الدور التمهيدي لدور أبطال أوروبا سيداج فريق أرسونال أمام الرونجيرس غلاسكو الأسكتلندي ولمواجهة جمعة الناديان سابقا آخر اللقاء الكل نادي أرسونال انتصار في لقاء ودي أمام سوتام تلاتة مقابل سفر خارج الميدان الرونجيرس الانتصار داخل الميدان في الدوري أربعة مقابل سفر توقع للقاء أرشح فوز أرسونال والتأهل للدور الموالي المقابلة العاشرة الدوري البرازيلي الدرجة التانية الجولة الخامسة والعشرون فيلانوفا يصعب الفارق سيربي ترتيب الفارقين فيلانوفا في الرشب الرابعة تسعة وثلاثون نقطة مناصفة مع فارق ميراسول بنفس عدد النقاط سيربي في الرشب السادسة عشر بخمسة وعشرون نقطة آخر مواجهة جمعة الفارقين انتهت لصالح سيربي الانتصار هدف مقابل سفر داخل الديار المواجهة التاريخية تشهد الغالب الفيلانوفا احتعشر انتصار مقابل سبع انتصارات سيربي مع خمس لقاءات نجاهه بنجيجة تعادل آخر اللقاء الكل نادي فيلانوفا لهزيمة خارج الديار أمام نوفرونزين تينو هدفين مقابل سفر سيربي لهزيمة داخل ميدان أمام آفاي هدفين مقابل هدف واحد أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز فيلانوفا داخل الديار وتحقيق ثلاث نقاط والوصول للنقطة التانية والأربعون في المنافسة على إحدى المقاعد المؤهلة للدرجة الأولى المقابلة الحادي عشر كأس العالم سيداش أقل من عشرون سنة كوريا الجنوبية أمام منتخب فينزويلا المجموعة تضم كل من المنتخب الألماني بالإضافة إلى نيجيريا آخر اللقاء جمع المنتخبين تهل صالح كوريا الجنوبية الانتصار ثلاثة مقابل سفر داخل الديار في كأس العالم الفارضة آخر اللقاء لكل منتخب كوريا الهزيمة أمام نيجيريا هدف مقابل سفر فينزويلا الهزيمة أمام كوريا الجنوبية خمسة مقابل هدفين أفضل توقع للمنتخبين هو كلا المنتخبين سيسجلان جول جول بالنسبة للمقابلة الثانية عشر المنتخب المغربي أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة تضم كل من المنتخب إسبانيا بالإضافة إلى باراقواي ولا مواجهة جامعة المنتخبين سابقا آخر اللقاء لكل منتخب منتخب المغرب الهزيمة في اللقاء الأول أمام باراقواي هدفين مقابل سفر الولايات المتحدة الهزيمة أمام إسبانيا بهدف مقابل سفر أولى الجوالات أفضل توقع لللقاء فوز المنتخب الأمريكي بفارق هدفين أمام المغرب هذا هو أفضل توقع للقاء الولايات والمغرب لكأس العالم السيدات أقل من عشرون سنة هذا الأصدقاء متوقعات وتحليلي لـ 12 مقابلة ليوم الأربعاء في الأخير حد موفق للجميع